كيف ظهر مصطلح المعارضة؟ وكيف بدأت الفتنة؟ بداية الفتنة الكبرى ما رح ندخل في التاريخ لكن إشارة بس حتى تعرف هذا المصطلح اللي الناس تردده وبعضهم معارف خطورتها وبعضهم يراهوا الصح بداية الفتنة الكبرى إنما كانت عند انطلاق أول مظاهرة لفئة المعارضة التي أعلنت المجاهرة والإنكار على ولي الأمر على مرأة من الناس ماذا كانت النهاية؟ استشهاد عثمان رضي الله عنه استشهاد خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه مشهود له بالجنة أول معارضة كانت حاصرته في بيته حتى قتلته راجع إن كنت تريد التفاصيل وتعرف من خلاله المنهج الصحيح والأحداث بالرؤية صحيحة اقرأ العواصم من القواصم لابن العربي المالكي ليس ابن عربي لا ابن العربي المالكي صاحب كتاب العواصم من القواصم كتاب جيد ولاة الأمور ترجمة نانسي قنقر